مجاز العاشرة من الجزائر الدولية أهلا بكم مشاهدين يدلي أزياد من 23 بليون ناخب جزائري اليوم بأصواتهم في الانتخابات المحلية لتجديد المجالس البلدية والولائية في محطة تشكل مرحلة هامة لإرساء دعائم المؤسسات الجديدة وتقدم الانتخابات مجالس البلديات البالغ عددها 1541 مجلس تقدم 1152130 مرشحا بينما ترشح للمجالس الولائية وعددها 58.910 مرشحين بحسب أحصاءات السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية وتعد هذه الانتخابات المحطة الثالثة في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد بتغيير كل المؤسسات الدستورية الموروثة عن 20 عاما من فترة الحكم السابقة قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع بعض ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية قال إنه يأسف الاتفاق المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي وأكد أن تهديد المغرب الجزائر خزي وعار في العلاقات القديمة الجديدة بالمغرب والكيان نأسف لأول مرة منذ 1948 عندما تخلق الكيان هذا وزير من هالكيان يجيب بلد عربي ويهدد بلد عربي واحد آخر خزي وعار اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الرسوني الجمعات أن العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي لن تضيف للمغرب إلا الاختراق والتوريط وصناعة العملاء وقال العالم المغربي والرسوني في مقال نشره عبر موقعه الإلكتروني تحت عنوان المغرب الرسمي في مفترق طريقين قال إن علاقة المغرب مع العدو الصهيوني لم تعد كما قيل لنا قبل سنة مجرد اعتراف بدولة الاختصاب مقابل اعتراف الرئاسة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء ولم تعد مشرد استئناف للعلاقات الدبلوماسية بل هي الآن تنغمس تماما في العشق الحرام مع العدو الصهيوني وتفتح له كافة الأبواب اتفاقيات شاملة وزيارات متلاحقة وغزوات صهيونية لا تبقي ولا تذر على حد وصفه أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس الجمعة أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية دعا إلى حجد مواقف داعمة للقضية الفلسطينية لمواجهة قرار بريطانيا بحذر الحركة واعتبارها إرهابية وقال طاهر النون المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس إن هنية أعطى توجيهاته بالعمل على حجد أكبر عدد ممكن من المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية خاصة على المستوى العربي والإسلامي وكذا الدولي لمواجهة القرار البريطاني الأخير بحق الحركة نفى الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة اعتقال شخص في البلاد على خلفية انتمائه السياسي وذلك ردا منه على اتهابات من قبل نشطاء جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاش نصرت على صفحة الرئاسة التونسية عبر الفيسبوك ويقولونك كل يوم تقريبا أن هناك مصا بالحريات وبالحقوق أفلا يخجلون أفلا يخجلون عندما ينظرون إلى أنفسهم في المرآة أو عندما يحكمون ضمائرهم أن كانت مزالت هناك عند البعض ضمائر أو قليل من ضمير هل تم اعتقال أحد من أجل فكره أو من أجل موقف عبر عنه أو من أجل امتمائه السياسي لم يتم المساس بالحريات ولا يمكن أن يعود التاريخ إلى الوراء من أي طرف كان أطلقت منظمة الصحة العالمية تسمية أوميكرون وهو حرف من الأبجادية الإغريقية على السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي وصفتها بالمثيرة للقلق وأكدت المنظمة أن السلالة لها عدد كبير من الطفرات وبعضها مثير للقلق وتشير المعطيات الأولية إلى خطر أكبر للإصابات المتكررة بهذه السلالة مقارنة بسلالات الأخرى ويتم رصد زيادة الإصابات بهذه السلالة في كافة المحافظات في جنوب إفريقيا تقريبا مشاهدين ختم هذا الموجس في أمان الله اشتركوا في القناة